بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة الطريقة التحليلية في عزل الجزور درسنا في الشريحة السابقة الطريقة البيانية في عزل الجزور وكانت تتلخص بأن نرسم الخط البياني لمنحني الدالة Fx200 ونبحث عن نقطة تقاطع منحني الدالة مع محور الفواصل إن نقطة تقاطع تصلح لأن تكون جزراً للمعادلة Fx200 هذا كان ملخص الطريقة البيانية أما الطريقة التحليلية فإنها تعتبر نظرية تالية في التحليل الرياضي مفيدة في عزل الجزور إذا كانت دالة Fx تأخذ قيمتين مختلفتين إشارة في طرفين الفترة المغلقة A-B أي إذا كان F-A من إشارة وF-B من إشارة مختلفة أي إذا كان حاصل جداء أقل من الصفر طبعا إذا كانوا من إشارتين مختلفتين فسيكون حاصل الجداء سالب أي أصغر من الصفر عندئذ يوجد على الأقل جزر واحد للمعادلة Fx داخل هذه الفترة بكلام آخر يوجد عدد واحد على الأقل Z ينتمي إلى الفترة بحيث يكون F-Z يساوي إلى الصفر إذا كانت دالة Fx متطرده أي إذا كانت متزايدة أو متناقصة وكانت المتباين التالية محققة أي F-A وF-B من إشارتين مختلفتين فإنه داخل الفترة A-B يوجد جزر واحد فقط للمعادلة Fx يساوي إلى الصفر أما إذا كانت Fx دالة متصلة ومتطردة داخل الفترة A-B وكانت المتباين التالية محققة أي إذا كان F-A وF-B من نفس الإشارة كلاهما موجب أو كلاهما سالب ففي هذه الحالة لا يوجد للمعادلة Fx يساوي صفر أي جزر داخل هذه الفترة تبدأ عملية العزل الجزور بتعيين إشارات دالة Fx في النقاط الحدية X يساوي A وX يساوي B فإذا كان F-A وF-B من إشارتين مختلفتين عند إذن هناك جزر للمعادلة داخل هذه الفترة لنأخذ مثالا على ذلك عين جزور المعادلة Fx يساوي X تكعيب ناقص 6X زائد 2 يساوي إلى الصفر طبعا بختار قيم وبحطه في جدول ولنشكل الجدول التالي إذا نأخذ قيما مختلفة لX كيفية ونبحث عن قيمة الدالة Fx طبعا أنا لا يتهمني قيمتها على قدر ما يهمني إشارتها فإذا أخذنا مثلا سالب 3 سالب 1 0 1 3 إلى آخر مجموعة من القيم الآن نحتاج إلى أن نبحث عن إشارة F عند هذه القيمة لو بدنا هنا سالب 3 للتكعيب هي سالب 27 سالب 3 في سالب 6 هي 18 زائد 2 إذن 20 سالب 27 سالب 7 إذن إشارتها سالبة ولذلك وضعنا هنا الإشارة السالبة إذن إشارتها سالبة وضعنا إشارة سالبة لو عوضنا بسالب 1 سالب 1 التكعيب هي سالب 1 سالب 6 في سالب 1 سالب 6 زائد موجب 6 زائد 2 تمانية تمانية سالب 1 7 إشارتها موجبة إذن هنا الإشارة موجبة لو عوضنا بالصفر صفر 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 2 إذا الجواب هو 2 إشارة موجبة إذا ولي ذلك وضعنا لو عوضنا بال3 هنا 27 سالب 18 زائد 2 إذا وضعنا الإشارة هي إشارة موجبة الآن لو نظرنا هنا بين السالب 3 والسالب 1 هناك تغيير في إشارة الدالة الدالة تغيير إشارتها من السالب إلى الموجب وبالتالي أجزم أنه بين السالب 3 وسالب 1 هناك جزرا للمعادلة المعادلة fx يساوي x تقعيب نقص 6x زائد 2 يساوي إلى الصفر الآن مما سبق بعد عزل الجزور والحصول على جزر تقريبي أو نقطة بداية نقوم بتحسين هذا الجزر وهذا الأمر يتم وفق طرق وقواعد سنقوزها بعد قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته